السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام غير مرحب بالأشياء المتأخرة مهما كانت وبيبدأ مسلسلنا النهاردة بتاريخ 13 يوليو مع علين والشرط ديفيد بيوصل عند بيتها بخصوص بلاغ قدمته باختفاء ابنها روي واللي بيكون مش متعود أبدا يباد برى البيت غير عند والدو كو اللي بيبقى طالقها واللي بيدور علي دلوقت وبتقول لين لديفيد انه كان أحيانا بيطعطى الحشيش وبياخد ديفيد منها مواصفات عربية روي وبعدها بيتصل كوبي لين وبيقول لها انه شاف عربية ابنهم حواليها شريط أصفر بفعل الشرطة وبيتأثروا هما الاتنين لان ده معناه ان ابنهم مات وبعد كام يوم بيدخل الشرطة جوردان لمكتب ديفيد وبيقوله ان فيه تقارير بخصوص قضية انتحار روي فبيقوله ديفيد انه عارف ده لكن القضية بتكون لسه مفتوحة لانهم مش لقين دليل غير موبايله واللي محتاجين يفقوا رمز المرور بتاعه فبيقوله ديفيد ان جده كونرد وعدهم انه هيساعدهم في النقطة دي وهيفتحه وبتدخلين لغرفة ابنها وبتفضل تقرأ في مذكراته والكلام اللي كان بيكتبه عن حبيبته ميشيل وبتفضل تبكي وبيجيلها انهيار عصبي وبعدها بنشوف ميشيل وهي بتقول لأسرتها انه مات وبتكون مصدومة وبيكون أهلها ما يعرفوش أي حاجة بخصوص علاقتها بيه وبيتفتح موبايل روي وبيستغرب جوردان لما بيفحصه وبيلاقي ان معلهوش غيرشات واحد بس واللي بيكون بينه وبين ميشيل وبتروح صاحبات ميشيل عندها علشان يعزموها فبتقول لهم وهي منهارة انها مش مصدقة انها مش هتشوفه تاني وانها حبيته أكتر من أي حاجة في حياتها وبيكون صاحباتها مش قادرين يوقفه انهيارها وبترمي ميشيل اليوم على نفسها وبتحس بالزنب وبتقول ان الغلطة غلطتها هي من البداية لانها لو كانت معاه كانت هتقدر تمنعه وما كانش هيعمل كده في نفسه وبعدها بتهدل وحدها وبتطلب منهم يساعدوها في اختيار الفستان اللي هتلبسه في الجنازة علشان أهله يعرفوا انها مهتمة بيه وبتحاول انها تختار حاجة كان بيحب يشوفها وهي لبساها اما لينفة بيجيلها رسالة محزنة من ميشيل فبتقول لبنتها سدني عنها انها لطيفة جدا لانها بتحاول تكون قريبة منهم على الرغم من انهم ما تقابلوش قبل كده لكنها عرفها من كلام روي عنها في مذكراته وبالليل بتكتشف ميشيل ان شنطتهم متحضرة على باب البيت ولما بتسأل أهلها بيقولولها انهم هيسافروا في رحلة طرفيهية من بكرة الصبح فبتقولهم ان ده مش هينفع لان جنازة روي هتكون بكرة وهي لازم تحضرها وتكون جانب والدته فبتقول لها والدتها ان أهلها ما يعرفهاش وممكن ما يرحبوش بيها لكن ميشيل بتنهر وبتتعصب وبتقول انها مش هتروح معاهم وده بيضطر والدتها انها تاخدها للجنازة الصبح وبتمضل معاها علشان تكون متطمنة عليها واول ما مشيل بتشوف لين بتترمي في حضنها وبتبكي بحرقة وبعد الجنازة بيعودوا هما الاتنين مع بعض وبتحكي مشيل للين عن ذكرياتها مع روي وعن أول مرة تقابلوا فيها في رحلة فلوريدا فبتقول لها لين انه في اليوم ده كان راجع مبسوط جدا لكنها بتكون مستغربة ان برغم علاقتهم القوية ببعض عمره ما كلمها عنها وبتقول لها لين ان روي كان سايب لها ملاحظة لكنها ما جابتهاش معاها وبعدها بيجي صديقه روب وبتحضنه مشيل وبتعزيه وبتقوله ان روي دايما كان بيحكي لها عن صداقتهم الجادة وبتشكره على وقفته جنب أسرة حبيبها في وقت صعب زي ده وبتعرف من لين ان روب يعمل حماية التبرعات علشان يعمله عمل خيري باسم روي فبتقوله من غير تفكير انها هتشارك معاه وتاني يوم بتروح أسرة روي ترمي رومات جسيته عند البحر وبتقول لين لكو انهم عملوا اللي عليهم معاه وودوا لطبيب نفسي أكتر من مرة وجابوله الأدوية اللي قال عليها لكنه هو اللي اختار مصيره وبتتدايق مشيل جدا لما بتعرف ان أهله روم رومات جسيته من غيرها فبيقول لها والدها ان الأمر كان عائلي وممكن يكونوا محبوش يشاركوها معاهم فبتقوله انها كانت أكتر شخص اهتم بي وكان لازم تكون شاهدة على لحظة زي دي وبتخرج مشيل مع صحابها وبتحاول انها تبان طبيعية علشان ما حدش يشفق عليها وبتقول لهم انها تفضل ممتنة لكل لحظة حلوة عاشتها مع روي اللي ما بخلش عليها بأي حاجة وكان دايما جنبها وبتقول لهم على حملة التبرعات اللي عملها روب وبيرحبوا جدا بالفكرة وبيقولوا لها انهم هيشاركوا معاها وتاني يوم بيحقق جوردان مع روب وبيسألوا لو كان روي عنده مشاكل في حياته فبيقولوا انه كان عنده حالة نفسية بسبب طلاق والده ووالدته وانه حاول يتخلص من حياته مرة قبل كده لكنه فشل ولحقوه ولما بيسألوا جوردان عن مشيل بيقولوا ان روي ما كانش بيقابلها كتير واغلب تواصلهم كان عن طريق الشاتينج لانها من مدينة بعيدة عنه وهي بلينفل وتاني يوم بتروح مشيل مع اهلها للرحلة وحتى هناك بتفضل تفكر في روي وتحكي لهم عنه وبتبقى مش قادرة تتخطى فكرة انه ما بقاش موجود باي وسيلة لدرجة ان والدتها بتفكر تاخدها لطبيب نفسي علشان يساعدها لانها بقت بتتعصب وبتصرخ كتير من وقت اللي حصل فبتقول لها مشيل ان دي مش حالة نفسية لكن نتيجة حزنها على فراء حبيبها وبترفض انها تتعرض للعلاج النفسي وبيجي طرد الجوردان بمطبعات الشاتينج اللي بين روي وميشيل وبيلاقي معهم تابلت ولما بيفتحه بيكتشف فيديو صورة روي قبل ما ينتحر وهو بيقول ان عمره ما كان سعيد في حياته ودايما كان عنده مشاكل والناس عينيها عليه وكانوا بيقولوله انه المفروض يبقى سعيد لانه عنده حاجات كتير وما حدش حس بواجعه نهائي ولا بمعاناته وبيعترف ان الافكار الانتحارية كانت بتطرده دايما وانه كان بس محتاج لبعض الراحة والاسترخاء واللي مقدرش انه يلاقيهم وبتكون اخر رسالة كتابها الميشيل بيقولها فيها انه مستني قابلها في الحياة التانية وبنرجع للوقت اللي قبل موته لما كان مع والده اخواته في رحلة لمدينة فلوريدا وقال له كوهما في المطعم انه لازم يبعد عن حبيبته ليلة لان والدها قال ليلين انه مش عاوزه يرتبط ببنته وبيحس روي انه غريب في وسط علته اللي مش بتأيده في اي قرار بياخده ولا بيهتموا الاراءه وبعدها بيفضل يرن على ليلة اللي بتتجاهل اتصالاته فبيسيب لها فويس نوت بانه مش فارق معاه رأي والدها فيه وعاوزها تفضل معاه وبعدها بيكون رايح للملعب وهناك بيقابل جدة ميشيل اللي بتعرفه عليها الاول مرة ومن النظرة الاولى بيحس انه منجذب لها واسناء ما هو معاها بيجي له مكلمة فبيستأذم منها وبيروح علشان يرد ووقتها بيلاقي والد ليلة بيهدده بانه هيعمله مشاكل لو ما بعيدش عن حياة بنته وبالليل بيواجه رويس عوبة في النوم فبينزل من البيت ووقتها بيقابل ميشيل اللي بتكون موجودة بالصدفة في نفس المكان اللي هو فيه وبتقوله على طريقة فعالة تساعده على النوم وهي انه يقول اول حاجة تخطر في باله وبيفضله يلعبه هما الاتنين بالكلمات وبنرجع للحاضر وبيكون جوردان عاوز اللاب اللي كان بيستعمله روي فبتقوله ليل انه بتاع والده وموجود في بيته وبتقوله انها تروح تجيبهوله لكنها لما بتقوله بيرفض يديها مفتاح بيته وبيكون مش واثق فيها وفجأة بتيجي للأسرة رسالة دعوة من ميشيل بخصوص مباراة البيسبول اللي هتعملها في نادي بلينفل علشان تجمع اكبر عدد من الناس وتوعيهم بالتخلي عن فكرة الموت من باب الصحة النفسية علشان محدش يقرر العمل روي وتكون صدقة جارية على روحه وهنا بيصور الجد كونراد وبيقول انها كده مش بتساعده وانما هتخلي الناس تقول عليه كم مجنون وبيتخانق معاهم انهم موافقين على حاجة زي كده وفي وسط الخناء بيدي كل مفتاح ليل علشان تمشي وبييجي لميشيل اتصال من روب بيقول لها فيه انه مش مؤيد لفكرة ان المجمع يبقى في بنفل بلدها وده لان الناس هناك ما يعرفوش روي على عكس لو عملوه في مدينته كان هيبقى افضل فبتقوله انها كان نفسها تريحه وتغير الخطة لكنها خلاص دفعت الفلوس للمكان اللي هيتجمعه فيه وبعد ما بتقفل معا بتطلب من والدتها انهم يدفعوا فلوس ايجار المكان وبيتضح انها كانت بتجدب عليه وبنرجع للماضي وبيكون اخر يوم لميشيل في فلوريدا وبيصمم روي انه يخليه يوم عظيم ويسعدها فيه لكن اخته سيدني بتشبط فيهم وبتقوله انها عاوزة تروح معاهم فبياخدها وبيديها فلوس علشان تدخل للمطعم وتجيب لهم بيزا واول ما بتسيبهم بياخد روي ميشيل بعيد عن المكان وبيركابوا دراجات على الطريق وبيقضوا وقت جميل مع بعض لحد اخر لحظة في الليل وبيقولوا هما الاتنين ان ما عندهمش اصدقاء ولا مرتبطين وده بيخليهم يميلوا البعض اكتر ولما بيرجع روي للبيت بيكون والده كوم استغرب انه الاول مرة رجع له من غير ما يكون متخانق او متعور فبيقولوا انه كان مع صديقته واتبسط معاها جدا وفجأة بيزعق له والده بيوبخه على انه ساب سيدني لوحدها في بلد ما يعرفهاش علشان خاطر صاحبته وبيقولوا ان سيدني اضطرت تلجأ لشخص غريب علشان يرجعها للبيت وفضلت تبكي طول اليوم وبيحرمه من وجبة العشا وبيؤمره بانه يطلع يصالحها وبيفضل روي يبكي في الغرفة ولما بتدخله سيدني بيصرخ فيها وبيطردها وفي يوم التجمع بتقول ميشيل كلمتها في المايك عن روي قدام الناس كلها وانها فقدت اعز شخص في حياتها كلها واللي كان بيمسل لها حبيبها وصديقها المقرب واللي متجمعين كلهم على شرفه وبتنهي الكلمة وبيتاجه كل واحد للعب وهنا بيتدايق روب جدا منها لانه كان عاوز يرسي افضل صديق ليه وانها ما دتلوش الفرصة فبتعتذر له وبتقول له انها ما كانتش تعرف وبتروح والدة ميشيل تشكر لين على سفارها وحضرها علشان تفرح بنتها وبتديها الكرت بتاعها وبتقول لها ان هي موجودة في اي وقت لو حبت تتكلم معاها وبعدها بتيجي ميشيل تسأل لين عن الملحوظة اللي كتبها روي عنها قبل ما يموت فبتتهرب لين من السؤال وبتقول لها ان هي مش معاها اما جوردن فبيروح يحضر المباراة وبيعرف من صديقة ميشيل انها كانت مفهماهم ان روي كان مفقود لمدة 3 ايام قبل موته ولما بتعرف ميشيل ان المعلومة دي وصلت له بتتوتر جدا وبعد المباراة بتقعد في العربية تفتكر ذكرياتها مع روي وبتنهار ولما بيرجع جوردن للقسم بيبلغ زميلة كاتي بان ميشيل كانت مفهما اصدقائها ان روي كان مختافي لمدة 3 ايام قبل ما ينتحر وانها كانت بتدور عليه لكن الحقيقة ان روي وقتها كان مقيم في بيت اهله وكان بيكلمها باستمرار وبيتضح من الرسائل اللي لقوها على موبايله ان ميشيل هي اللي كانت بتشجعه على انهاء حياته علشان يتخلص من المشاعر السيئة اللي بتتمكن منه وبيطلب جوردن من كاتي انها تجيب له اذن بمصادر التليفون ميشيل وتفتيشه وبنرجع للماضي وبيكون روي في رحلة عمل في المينة تبع قسطول والده ولما بيرجع بتعزمه لين برة على الغدى وبتقوله انها لقت مخدرات في غرفته وبتطلب منه انه ما يعملش كده تاني خاصة في البيت علشان يفضل قضوة مشرفة لاخواته البنات وبيوعيدها روي باللي هي عوزاء وبيروح جوردن يقابل ميشيل وبيسألها عن علاقتها بروي وبتكون متوترة جدا وبيقول لها انه جاي ياخد موبايلها واي جهاز عندها بيتوصل بالانترنت فبتخاف اكتر وبنرجع للماضي عند روي اللي بيقابل ميشيل بعد فترة طويلة من اول مقابلة لهم وبيقول لها انه مش سعيد في حياته ونفسه يبقى عارف ايه اللي هيحصل في الدقيقة اللي جاية وتعب من قدر التفكير في المستقبل المجهول وفي الحاضر بتصور ميشيل بعد ما تأكدت انها موضع شك وبتفتح صندوق ذكرياتها مع روي وبتحاول انها تدمر اي حاجة فيه وبتنهار وبنشوف في لاشبك للمرة الاولى اللي حاول فيها روي يقتل نفسه وبعد ما بياخد جرعة الحبوب بيسيب فويس نوت لوالدته يقول لها تيجي بسرعة لانه ارتكب تصرف غبي ومحتاجها جنبه وبسرعة بتيجي لين وبيعملوا ليه غسيل معدى وبيتم نقله للمستشفى وهناك بتفضل تبكي جنبه وبتترجاء انه يبقى كويس بدل ما هتموت وراه وهنا بيحس روي بالندم على اللي عمله وبيبكي وبيوعيدها انه مش هيكررها تاني وبتقول لين لكو انها عاوز روي يلجأ للعلاج النفسي فبيقول لها انه مالوش لازمة من وجهة نظره وانه عاوز يرجع لشغله ودراسته ويمارس الحياة الطبيعية لأي بني ادم فبتقول له انها اصلا مش بتاخد رأيه لكن بتحكيله على اللي هيحصل وبعد اسبوعين بيخرج روي من المستشفى وبيقول له كو على طالب لين بخصوص العلاج النفسي فبيقول روي انه وعادها انه هيبقى بخير ومش هيعمل كده تاني وبيرفض الفكرة وبعدها بيروح البيت للين وبيبين لها انه كويس علشان يطمنها على نفسه ويقلل من خوفها عليه وتاني يوم بيقابل ميشيل في المستشفى وبيقول لها على اللي حصل معاه وانه حاول ينتحر ودخل المستشفى فبتعتزله على انها ما كانتش معاه فبيقول لها انه بيعاني كتير من اطراف عقله وتفكيره مشتت فبتقول له انها حس بيه وبتوعده انها هتفضل جنبه وبنرجع للحاضر وبيقول المحقق لميشيل انها لازم تسلم نفسها للعدالة لان الرسائل اثبتت انها مدنة بتهم التحريض روي على التخلص من حياته ولما بيسألوا اهلها عن العقوبة اللي ممكن تقع عليها بيقول لهم انها ممكن توصل لعشرين سنة سجن وبتكون ميشيل في حالة لا تحسد عليها وهي شايفة مستقبلها بينهر قدام عينها وفي الماضي بيقابلها روي بعد فترة وبيقول لها انه بيضحك على نفسه ومش قادر يتحسن مهما عمل او قاوم وانه تعب من فكرة التظاهر بانه كويس طول الوقت وبيقول لها انه دايما بيحاول يخطط لمستقبله ويعمل حاجة لنفسه لكنه بيفشل بسبب تفكيره المضطرب وهنا بتحاول ميشيل انها تشجعه وبتقوله انه من اعظم الناس اللي عرفتها طول حياتها وانه مميز جدا فبيقول لها روي انه ما يستهلهاش لكنها بتقوله انه يستحق اجمل حاجة في الدنيا فبيعترف لها انه بيحبها وبيكون جده حاسس بيه لدرجة انه بيشتري له عربية علشان يهون عليه تعبه النفسي وبيفرح روي بيها جدا وبيشكره وبتكون ميشيل هي اول شخص يبلغ روي بخصوص العربية وبياخدها يفسحها بيها وبيخططوا لمستقبلهم وانهم هيجوزوا ويخلفوا اطفال كتير ويلفوا العالم كله مع بعض وبعدها بنرجع للحاضر والنيابة بتصورها في السجن استعدادا لاحتجازها وبيحاول اهلها انهم يقنعوا المحاقق انها لسه صغيرة وقدامها حياة فبيقول لهم انها صاحبة جريمة واضحة جدا ومحدش هيقدر يسقط التهم عنها لان الادلة معاهم فبيتقول له ميشيل انه محدش يعرف حاجة عن قصة حبهم ولا ازاي كانوا قريبين لبعض فبيديها المحاقق صورة من الشاتنج اللي بينها وبينه وبيخليها تقراها بصوت عالي واللي بتكون بتحرضوا فيها على شرب السم علشان يتخلص من التفكير اللي هو فيه بدافع انها بتحبه وعاوزها يرتاح وتاني يوم بتروح لين لكاتي وبتلمها انها معرفتش مستجدات القضية غير من خلال الجرائد والصحافة وبتكون لين مش قادرة تتخيل السبب اللي ممكن يدفع ميشيل لقتل ابنها وهي بتكنله كل مشاعر الحب اللي بينتها لها فبتقول لها كاتي انها ما قتلتوش لكن حرضته على انهاء حياته وبتطلب منها لين تعمل كل اللي في وسعها علشان ميشيل تاخد حكم وحق ابنها يرجع وبتطلب كاتي منها انها تحضر للمحكمة اثناء الجلسة وتحكي عن حياة ابنها ومخططاته المستقبلية قبل ما يموت وبتخرج ميشيل من الحاجز لحين جلسة المحاكمة وبيتعصب والدها لانها وراطت نفسها فحاجة مش هيقدر ينقذها منها ولانه عارف انها راجع السجن تاني وبتتعصب اخت ميشيل عليها وبتقول لها ان كل الناس بقت مسميها القاتلة وانها عار على عيلتهم وفي الجامع بيتجنب ميشيل كل زمايلها حتى اصدقائها المقربين اللي كانت بتقضي معظم وقتها معاهم وكمان بينادوها بكلمات بتزعجها وبتهنها وفي الماضي بتروح ميشيل تقابل روي ونفسيتها متضمرة وبتقوله انها بقت بتاكل بنهم علشان تطلع غضبها في الاكو مش قادرة تسيطر على نفسها ولا على وزنها اللي بيزيد وبتكون بتقوله كده علشان تختبر حبه لها فبيقول لها ان هو كمان عنده عيوب ومشاكل تمنع اي حد ان يعجب بيه فبتقوله ان ده مش صحيح لان هي اعجبت بيه زي ما هو فبيفرح روي انها مش هتسيبه وفي الحاضر بتروح كاتي تاني يوم لورشة كو وبتقابله ووقتها بتكلمه بخصوص قضية وصلت لمكتبهم السنة اللي فاتت لما تعد على ابنه وسبب له جروحه كدمات كبيرة وانها عرفت تفاصيلها من لين وبنعرف ان ده هيسقط اي كلام هيقوله في المحكمة لعدم مصداقيته فبيقول لها انها ما كانتش حدسة اعتداء وانما كانت حاجة عادية ممكن تحصل بين اي ابو وابنه وبيرفض انه يتكلم معها وبيحرجها فبتسيبه وبتمشي وبالليل بيروح للين وبيتخانق معها بحدة انها حاكت حاجة زي كده للشرطة فبتقوله يبطل يتظاهر بان اللي عمله كان رد فعل طبيعي زي اي اب لانه كان هيبوته وبيمشي من عندها وهو غطبان وبنرجع للماضي مع روي اللي بيكون سكران وحزين وبيقوله والدته انه مش عاوز يروح للمدرسة تاني فبتقوله انه محتاج يتكلم مع حد زي الطبيب النفسي مثلا وهنا بيتعصب عليها وبيقولها انه مش عاوز حاجة غير بس ان هي ووالده وكل الناس يدوله فرصة يعيش زي اي انسان طبيعي وبتسوق حالته النفسية لدرجة كبيرة لانه محدش قادر يفهمه وبنرجع للحاضر وبيجي يوم المحاكمة بخصوص قضية انهاء حياته وبتحاول كاتي قدام القاضي انها تقول كل الادلة اللي ممكن تدين ميشيل ويجيب لها اقصى حكم لكن القاضي بيقاجل القضية وبيقول انه محتاج يدور على معلومات وادلة اكتر وبتغضب كاتي جدا لان كلامها ما تحطش في الاعتبار وفي الماضي بتموت جدة ميشيل وبيروح روي يحضر الجنازة وبيكون عاوز ياخدها لاستقبال الناس اللي جاية عزيها لكنها بتقوله انها مش بتبكي والناس لو شافتها هتفتكر انها مش حزينة فبياخدها روي وبيخرجوا من المكان خالص وبيفضلوا يتخيلوا انهم بيلعبوا البيس بول وبيخليها سعيدة جدا وبيخرجها من مود الاكتئاب وبعدها بيسألها اذا كانت هتزعل عليه لو مات ولا لا فبتقوله انها اكيد هتزعل لانها هتفتقد اغلى شخص في حياتها وبتتحول قضية ميشيل لقضية رأي عام ولو بتتهمها ايه العقوبة اللي تحب انها تقع عليها لكنها بتتجاهل اي اسئلة بتتوجه لها من الصحافة وفي الماضي بتتعب ميشيل جدا وبيتم حجزها في المستشفى من غير علم روي وبتاخد منها الممرضة الموبايل علشان صحتها وبتقول لها انها هتوصلوا الاهلها وبيكون في مجال في المستشفى للبنات انهم يخرجوا موهبهم وتقطهم في ممارسة الهوايات اللي بيحبوها زي الرسم وبنرجع للماضي مع تفجير روي لمفاجأة قوية قدام اهله وهي انه تخرج وحصل على رخصة قبطان وبيكونوا مصدومين من التقدم المفاجئ اللي حصل في حياته وبيقول له والده انه فخور بيه لانه هيقدر يعتمد عليه لما يكبر ويسيب الشغل في القسطول وبعد ايام بتروح ميشيل تزوره وبيكون متدايق منها انها اختفت فجأة من حياته بدون سابق انذار فبتقول له انها كانت محجوزة في مستشفى وموبايلها تسحب من فريق التمريض لكن ده مش بيغير حاجة في طريقته معاها فبتقول له انه المفروض يكون سعيد لانها بقت احسن فبيقول لها انه فعلا سعيد لكن علشان اخذ رخصة القبطان وبعدها بيراجع كلامه وبيعتذر لها وبيقول لها انه بيكره نفسه فبتقول له انها مزعلانة منه لانها بتحبه وانه هو كمان لازم يحب نفسه لانه شخص جميل لكنه بيقول لها انه كرح حياته كلها وشايف دايما انه فاشل على الرغم من الانجازات اللي بيعملها ومهما حصل في حياته ما بيقدرش يتخلى عن الافكار المميتة اللي بتطرده طول الوقت وفي الحاضر بيجي وقت المحاكمة وبيقول جوردان ان في عشر رسائل من ميشيل بتشجع فيها روي على انهاء حياته بسبب مشاكله النفسية اللي حكى عنها في الفيديوهات اللي لقاها في التابلت وفي الماضي بيرجع روي في يوم من الشغل بدري وبيفضل يلعب العاب قتالية وهو متحمس فبيجي له كو وبيوبخه على انه ساب الشغل علشان حاجة زي دي وبيتصدم لما بيلاقي روي بيمدي ايده عليه وبيشتمه وبتحصل بينهم خناءة كبيرة فبيتخاف عليه لين وبتقوله يحضر حاجته علشان هيجي يعيش معها وبتستنى في العربية وبعدها بيجي لها كو وهو متدايق من اللي عمله وبتتعصب عليه وبنرجع لوقت المحاكمة وبيعترف اصدقاء ميشيل بادعاها قدامهم لمدة 3 ايام ان روي مختفي على الرغم من تواصلها الدائم معاه وهنا بتبكي ميشيل ان اصدقاءها بيتخلوا عنها وعاوزين يحبسوها وفي الماضي بيروح روي قابل ميشيل بعد خناءته مع والده وبيقول لها انه مش راضي يفهمه لدرجة انه حاسس انه بيتكلم بلغة مختلفة عنه وهنا بيقول لها انه قرر ينتحر علشان يتخلص من المعاناة اللي هو عايش فيها وان المرة دي هينجح ويموت ومش هيسمح لحد انه ينقذه زي المرة اللي فاتت فبتقول له ميشيل ان كده هتضطر تكلم والدته علشان تاخد بالها من تصرفاته فبيتعصب عليها وبيهددها انها لو قالت لأي حد هيقطع علاقته بيها نهائي والتاني يوم بيقول لها انه حاسس نفسه اناني علشان عاوز يستدرجها بطريقة تخليها تنتحر معاه فبتقول له ان ده مش هيحصل لانها قررت تكمل حياتها على اي حال حتى وهي بتحبه وبتبدأ علاقة لينو كوت تتحسن بعد موت ابنهم خاصة بعد ما حسوا بزنب ان فرقهم كان السبب الرئيسي في مشاكله النفسية اللي قدت لانهاء حياته وبيقول لها كو انه هيعمل حملة تبرعات باسم روي وبتشجعه لينو بتدعمه وفي الماضي بيقول روي لميشيل انه عاوز انهاء حياته يظهر للناس كحدثة علشان محدش يحس بالزنب او يقول انه هو السبب والتاني يوم بتقابل صاحبتها وبتقول لها انه هينتحر وهي مش قادرة توقفه وبتفضل تبكي وبعدها بتترجاها ما تعرفش حد لانه هددها انه هيسيبها لو الموضوع وصل لاي شخص وفي المحاكمة بيتطوع واحد من اكبر الدكاترة وبيوضح حالة وفاة روي بالزبط واللي حصل فيها على اساس طبي وبيكون بيعمل كده علشان ينقذ مستقبل مشيل لانها صعبانة عليه وبيقول كمان انها ملهاش زنب في مشاكله ونزاعاته الاسرية اللي ولدت فكرة انهاء حياته جوه من الاساس وانها ما كانش في ايديها حاجة تعملها لما قالها انه قرر ينتحر وكانت بتفقد الامل مع كل رسالة بيقرر فيها نفس الكلام وبنرجع لقبل موت روي بأيام بسيطة وبيكون وقتها خايف من مصيره بعد الموت وبيقول لميشيل انه مش عاوز يدخل النار فبتوعده ان ده مش هيحصل لان الابطال مكانهم في جنة النعيم وبتطمنه فبيفرح انها معاه وبيقول لها انه هيحاول ينهي حياته بكرة وبتطلب منه ميشيل طلب اخير وهو انه يودعها قبل ما يعمل كده في نفسه وبتطلع لين في لقاء على التلفزيون وبتقول ان روي كان قاسي جدا على نفسه ودايما عاوز يحسس اللي حواليه انه عظيم على الرغم من انه كان احسن واحد في عينيها طول الوقت وبتحاول انها تثبت في عقول الناس ان ميشيل هي السبب في موتو وبنروح للجلسة التانية في المحكمة وبيقول الطبيب ان ميشيل هي كمان حاولت تنتحر وقطعت شرينها والدليل موجود في بعض الرسائل على الموبايل بتاعها وهي بتحكي فبتقوله كاتي انه مش طبيعي انها تبقى منتحرة وبتتكلم عن كده مع مجموعة من صحابها وفي الوقت نفسه بتتكلم مع الباقي في مواضيع تانية وكأن مفيش حاجة وبتقوله كمان انه على حسب التقارير اللي معاهم ان والدتها قالت ان هي ما عانتش طول حياتها من اي تصرف غريب منها ولا ذكرت ان بنتها حاولت تنتحر وانه هو كمان لما شخص حالتها ما قالش ان عندها اي دوافع لانهاء حياتها فبيقول لها الطبيب انه وقتها ما كانش عنده معلومات كافية عنها توضح انها مصابة بالاكتئاب وده خلاه يطلع تقرير بتشخيص خاطئ وبنرجع للماضي مع ميشيل اللي بتقرى رسالة من روي بيودعها فيها وبيبلغها انها الليلة الاخيرة لي وبتنهر جدا لكنها بتلاقي داخل عليها وبيقول لها انه كان واخد منوم وهنا بتتدايق ميشيل جدا منه وبتقوله انه من البداية بيخدعها وما عندهوش اي دوافع لانهاء حياته فبيقول لها ان كل الحكاية انه فكر في طريقة تانية ينهي بها حياته غير اللي كان ناوي عليها فبتقوله انها طلعت غبية جدا لما صدقته اول مرة ومش هتصدقه تاني وانه كل يوم بيأجل انهاء حياته وده معناه انه مش صادق في نيته فبيرد عليها بانه هيثبيت لها ان طريقة تفكيرها فيه مش صحيحة وبنرجع للجلسة الجديدة في المحكمة وبيقدم دفاع ميشيل كلام خطير لما بيقول ان تقرير الطب الجنائي اثبت انهاء حيات روي اللي مفيش قانون في بلدهم بيمنعه او بيعاقب عليه وان ميشيل ما كانش في اديها اي حاجة تقدمها له وكانت قليلة الحيلة قدام كل اللي حصل وان الموضوع مش كده وبس ده كمان في رسائل بينه بينها بيشجعها على انها تنتحر معاه علشان يفضله مع بعض وبالليل بعد الجلسة بتقول ميشيل لولدها ان والدتها ما بقتش بتحبها وبتتجنب التعامل معاها طول الوقت فبيقول لها انها محتاجة بس للراحة علشان اليوم كان طويل عليها وبيوعدها انه هيفضل في ظهرها مهما حصل ومش هيسيبها ابدا وبياخدها بعدها يحضر حفلة علشان يهون عليها وفي الماضي بتسأل ميشيل حبيبها روي بعد ايام من وعده ليها عن سبب تأجيل انهاء حياته المرة دي فبيقول لها ان النغم صدع من كتر التفكير فبيقول له انه لازم ياخد الخطوة بسرعة علشان يرتاح ويتحرر من افكاره المؤلمة اللي بتسيطر عليه وبيقول لها انه هيخرج مع الكلب بتاعه في نزهة وبتطلب منه ياخد الخطوة اول ما يرجع علشان كل ما هيطول الموضوع هيصعب عليه اكتر ولما بيرجع للبيت بتقوله والدته انها هتطلع في رحلة للشاطئ وعاوزا ييجي معاها فبيحاول انه يتحجج وبيقول لها ان بدلت العم في بيت والده كو فبتقترح عليه انه روح يجيبها من هناك وبيضطر انه يروح معاها وبعد شوية من قعدتهم مع بعض بيقول لها انه هيروح يتمشى وبيسيبها ووقتها بيتواصل مع ميشيل وبيعرفها انه موجود عند الشاطئ فبتروح له وبيقول لها انه مش قادر يتخيل رد فعل اهله وازاي هيتعاملوا مع خبر فراؤه فبتقوله انهم هيقدروا انك كنت بتتقلم وكان لازم تتخلص من كل اوجاعك وبيطلب منها روي انها تهتم بولدته اخواته بعد موته وبتوعده انها تساعدهم يتجاوزوا احسانهم بكل الطرق وبتوعده كمان انها تحكي لهم عنه كل حاجة جميلة فبيشكرها وبعدها بتطلب منه انها لما تجيله في الجنة يدور عليها علشان يكملوا الحياة اللي بدقوها في الدنيا مع بعض وبتعترف له انه اجمل حاجة حصلت لها في حياتها ولما بيرجع روي للبيت بيسيب رسائل مكتوبة في غرفته لكل واحد فيهم وبعدها بيقول لولدته انه خارج وبيروح يقعد في العربية بتاعته وبيراسل ميشيل وفي الحضر بيجي معادل جلسة الاخيرة وبتقابل ميشيل المحققة كاتي في حمام المحكمة وبتشكرها على المجهود اللي بتعمله علشان ترجع حق حبيبها روي وبتكون كاتي مستغربة من كلامها واثناء المحاكمة بيقول القاضي انه حتى لو روي هو اللي قتل نفسه فهي حردته اكتر من مرة وفي المرة الاخيرة لما نجح فيها انه يفارق الحياة لما حط مدخل غسام عند العربية وقاعد يستنشقه فيها راجع نفسه وخرج علشان يكمل حياته ووقتها هي لدفعته انه يرجع تاني واتهمته بالجبن وده في حد ذاته سلوك سيء ومتهور وبتقرر المحكمة ان ميشيل مزنبة وبتشيل القضية وبيتم الحكم عليها بخمستاشر سنة سجن وبعدها بنشوف فلاشبك للحظة انهاء حياة روي لما اجبرته ميشيل انه يرجع للعربية مرة تانية ويكمل استنشاق الغاز لكنه اول ما دخل فضلت تترجم من مكانها انه ما يسمعش كلامها ويرجع لبيته لانها مش عايزة تكون وحيدة لكنها بتكون ندمة وقت لا ينفع الندم لان في الوقت ده بيكون روي موجود في الحياة الاخرى وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم